نقطة تحاول كبيرة وغفزة نوعية تسهم في دعم والتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت إلى أفاق أوسع جاءت بعد إعلان الاتحاد الأوروبي فتح سفارة لدى دولة الكويت والمقرر بنهاية العام الحالي لتصبح العلاقات الكويتية الأوروبية مرشحة لمزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الطرفين وشعوبهما افتتاح السفارة جاء بأهداف كثيرة أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين دول الاتحاد الثمانية والعشرون ودولة الكويت هذا ما أكدت الممثلة العلية للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني خلال لقائها بالشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزارة ووزير الخارجية مبينة دور دولة الكويت كمركز قوة للاستقرار في المنطقة وتنسيق الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية في شتى بقاء الأرض بدوره أكد شيخ صباح الخالد أن دولة الكويت تدعم وتشارك الاتحاد الأوروبي بدوره في إيجاد حلول لمشاكل المنطقة كالعراق وسوريا واليمن وعملية السلام في شرق الأوسط وليبيا ومكافحة الإرهاب جهود تبذلها دولة الكويت إقليميا ودوليا لتكرس القيم للتضامن التنموي مع شعوب الدنيا وتجمع الشعوب على خير الشراكة ليتجلى دورها البارز في السياسة الدولية والتأثيرها الدبلوماسية ترجمة نانسي قنقر